السادس من أيار تاريخ اعتمدته سوريا ولبنان من كل عام ليكون عيدا للشهداء وهو مناسبة وطنية سبب اختيار هذا التاريخ هي أحكام الاعدام التي نفذها الاحتلال العثماني بحق عدد من الوطنيين السوريين في كل من بيروت ودمشق بان نهاية الحرب العالمية الأولى ما بين فترة الحادي والعشرين من آب في عام 1915 وحتى أوائل عام 1917 اختير يوم السادس من أيار إذ أن عدد الشهداء الذين أعدموا في هذا اليوم من عام 1916 هو الأكبر عددا على يد جمال باشا السفاحة حيث تم اعدام شهداء السوريين في ساحة البرج بدمشق واللبنانيين في ساحة الشهداء في بيروت وسمي الميدانين فيما بعد بميدان الشهداء ومن أسماء الشهداء الذين أعدموا في دمشق شفيق العظم عبد الحميد الزهراوي عمر بن عبد القادر الجزائري شكري العسلي عبد الوهاب المليحي رفيق سلوم رشدي الشمعاء كان تنفيذ حكم الأعدام شنقا بشهداء دمشق وبيروت تأكيدا على الحكم الاستبدادي الذي مارسه جمال السفاح وأعوانه وتفقمت الأمور باستمرار السياسة البطش والإرهاب بما سارع في إعلان الثورة الكبرى في عام 1916 وفي هذه المناسبة كتب شهداء سوريا بدمائهم الطاهرة صفحات جديدة من البطولة والشرف ليكمل مسيرة آبائهم وأجدادهم التي خلدها التاريخ بيوم السادس من أيار عبر التضحيات التي قدموها عبر سنوات الحرب التي مرت على سوريا وفي هذه المناسبة يتجدد التأكيد على الاستعداد الدائم لبدل الغالي والنفيس في سبيل أداء الواجب الوطني والقومي المقدس في الدفاع عن سوريا